تواصل قوات الأسد وميليشياتها حملتها العسكرية مدعومة بسلاح الجو الروسي على الجنوب السوري غرفة العمليات المركزية قالت إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية المساندة لها تقدمت في محور جدل بمنطقة اللجا وأجزاء من بصر الحرير حيث تم استدراجهم إلى كمائن محكمة من قبل الثوار ما أدى لمقتل وجرح العشرات إضافة لأسر العديد منهم قبل استعادة السيطرة على جميع النقاط من قبل الثوار قوات النظام والميليشيات المساندة لها تحاول منذ بدء حملتها التقدم شرق درعة متبعة سياسة تقطيع الأوصال لتسهل عليها السيطرة على المناطق بعد حصارها وتركيز القصف عليها تمهيدا لتأمين الطريق الدولي وصولا إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن بحسب عسكريين ناشطون وثقوا أكثر من 250 غارة جوية وعشرات الصواريخ والبراميل المتفجرة على بلدة بصر الحرير خلال 24 ساعة فقط في حين تجاوزت الغارات على بلدة الإحراك 150 غارة وحدات الإسناد الناري التابعة لغرفة العمليات المركزية استهدفت مصادر النيراني في المنطقة الصناعية وحاجز حميد الطاهر في مدينة درعة ومواقع أخرى للنظام محاققين إصابات مباشرة كما تمكن الثوار من تدمير ثلاث دبابات وعربة بي أم بي ومدفع على جبهات الاشتباك إضافة لإصابة طائرة حربية فوق بصر الحرير هفطت في مطار خلخل العسكري وأسقاط مقاتلة فوق بلدة مليحة العطش والقبض على طيارها وفق ناشطين أمريكا التي أعلنت منذ أيام عدم مشاركتها ودعمها لفصائل الجنوب أعرب رئيسها عن قلقه إزاء نشاط ما وصفها بالقوى الموالية للنظام السوري في جنوب غرب سوريا وفي اجتماع ضم كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والأردن والسعودية بالمبعوث الأممي إلى سوريا في مكتب الأمم المتحدة بجينيف دعت الدول الست إلى الإنهاء الفوري للعنف في جنوب سوريا معربة عن تخوفها تجاه التصعيد العسكري المستمر هناك وفيما يبقى القلق والتنديد سيد المواقف الدولية يقول ثوار درعا كلمتهم معلنين خيار المقاومة والصمود لحماية شرارة الثورة نحن في ناحة الصمود بإذن الله صامدين